الرب يسوع حسم الأمر وضح هذا الأمر بكل وضوح قال الرب يسوع في من ثمارهم تعرفونهم هكذا كل شجرة جيدة تصنع أثمارا جيدة وأما الشجرة الردية فتصنع أثمارا ردية فالشيء أحبائي واضح أنه الثمر هو الامتحان والثمر هو اللي بعبر عن هوية وعن كيان الشخص إذا فعلا محب أم كاره وكل ثمر سواء المحبة أم الكرهية لابد أن تظهر في حياة هذا الشخص والرب يسوع ذكر هذه الآية خليني أقرأها واقتبسها إن الذي يخرج من الإنسان ذاك ينجس الإنسان لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة هذه الأفكار الشريرة زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل أيضا وكم من الأمور اللي تعمل بسبب الكبرياء وكم من الأمور التي تفعل بسبب جهل الإنسان يجهل معرفته عن الله ويجهل الآخرين كيف يؤمنون وكيف يسيرون أو يسلكون من الحياة ترجمة نانسي قنقر